مرحبا معكم كريستينا داغر واليوم راح نعلمكم طريقة كتير هينة ومقادير كتير قليلة لنعمل لقمات التمر أول شي راح نبلش بحبوب التمر زبدة بيسكويت وعننا فستق حلبة جوز الهند وقرفة نعمة ومورد راح نبلش بالمقادير مع شب خالد أول شي راح ندوب على نار وسطية ما يوازي 140 جرام زبدة اللي هن بكتين تقريبا على نار وسطية منكون بهالوقت نحنا تحنى التمر لحبوب بالمطحنة بالبيت أو فينا نجيب تمر مطحون جاهز من السوق من بعد ما نحرك الزبدة لندوبة أكيد الأفضل أنه ما تغل الزبدة على النار من بعد ما تدوب الزبدة على نار وسطية راح نزيد عليها التمر الناعم يلي نحنا نعم ناعمنا بالبيت بالخلاط أو شتري ناجي هز من السوق راح نخلطهم على النار متل ما عم نشوف تحتى يشرب التمر الزبدة هيك منكون رخينة ناخد وقتنا فيهم وبالآخر راح يبين معنا إذا في زيادة زبدة والعجينة بطلت عم تقدر تخدهم منشيرهم عجنب ومنصف فيهم بس المهم ناخد وقتنا لأنه معقول يبقى معكم 10% زبدة ما تخدهم العجينة متل ما عم نشوف مع الشاف الأفضل نشتغلهم بإيدنا هيدا أخد الزبدة ده صارت واضحة هيدا اللي بقي فينا نشيرهم عجنب ما بيأسر لو بقي شوية زبدة هلأ البيسكويت بدون يشربون بعد شوية ننقلهم على جاط تاني نحنا حطينا بسكويت مايو عادل باكيتان واكيد سبت البيت فيها تحط قدمة هي بتلاقي إنهم بحاجة قدمة هن بيحبوا ملعة موارد وملعة مزهر حسب ما السبت بتحب أكيد مش أكتر من ملعتين أو ثلاثة تما يمرمروا حسب الكمية يلي عم تشتغل فيها طبعا أكيد فينا نزيد عليهم ملعة جوز الهند بتعطيها كمان نكهة طيبة رح نرش ملعة جوز الهند كمان لطيب العجينة منزدلهم ملعة قرفة بهار القرفة بيطيبهم كمانا أكتر طبعا إذا ستت البيت بتحب تزدلهم مكسرات بدل البيسكويت فيها تعمل متل ما هي بتحب هلأ صارت العجينة جاهزة نحنا رح نضبها نغلفها ونحطها بالبراد لمدة نص ساعة لتشت لنقدر نكعزلها ونعملها لقمات تمر الطيبين بنص ساعة ما ظهرنيها من البراد صار عنا العجينة جاهزة حتى نكعزلها متل ما بيقولوا ونعملها لقمات التمر رح نبلش مع الشاف أكيد فينا ناخد الكمية اللي نحنا منحبها نكبرها نضغرها متل ما نحنا منحب أكيد هي هيني لنعملها برمية صغار إذا حست تسبت البيت إنو عم تدبق مع فيها تحط شوي بإيدها ما يصخني تقدر تدورهم حطينا نحنا قطر شوي على إيدنا منه برمهم بالقطرة تحتى نقدر بس نغطيهم بجوز الهند ولا با فسطو الحلبة يقدروا ياخدوا كل الكمية عليهم تحتى يتنكعهم كل الميلات ويطلع شكلهم متل ما شايفين بيشهي لهالدرجة هكي فسطو الحلبة بيلزق أكثر على اللقمات تبع التمر من ورا القطر هيدا الوصفة طبعا أحدية وقت تحضير عشر دقائق وحطيناها بالبراد لمدة نص ساعة أو قد ما نحنا منلقيها جمدة يعني بأربعين تقريبا أربعين دقيقة منقدر نكون حضرنا وصفة سريعة وهيني والكل بيحبه وهيدي عم نغطسهم بالبيسكويت صار عنا لعيمات التمر بالبيسكويت مغطسين بنكها منكهين من برا بجوز الهند بسكويت أو فسطو الحلبة أو حيالة مكسرات الست البيت بتحبون وصاروا جاهزين الأكل صحتين وهنا اشتركوا في القناة